أوضح محافظ صلاح الدين أن الرواتب التي تدفع للمتجاوزين في الصحة هي مخصصة لتشغيل المؤسسات الصحية وهذا مناف للقانون والحالة الإنسانية التي تعيشها المحافظة مشيرا في تصريح خاص به قناة صلاح الدين إلى احتماليتي حسمي هذا الملف خلال جلسة مقبلة لمجلس الوزراء أنا أحب أنه من خلال قناتكم أنه أتكلم على موضوع قد يكون حساس وموضوع درجات الصحة بالنسبة لدرجات الصحة لازم المواطن في صلاح الدين يعلم بأنه هذه المبالغ التي تدفع رواتب للمتجاوزين هي مبالغ تشغيل المؤسسات الصحية يعني مبالغ أدوية ومبالغ تنظيف ومبالغ ضماد كلها تحول إلى رواتب وهذه القضية هي مو من العدالة أنه نأخذ المال العام ونحوله إلى رواتب بشكل خاص وهذه القضية لا أعتقد أي منصف أو عاقل يقبل بأنه تكون مبالغ تشغيلية تذهب لرواتب وهذا منافي للقانون ومنافي للحالة الإنسانية التي تعيشها المحافظة فهذا الموضوع لا يصير بيخلط خلال الناس تعرف بأنه إحنا سوينا هذا الإجراء حتى نحسن أداء المؤسسات الصحية بالمحافظة اللي تتوقعون أنه مستشفى مهم في صلاح الدين السنة طول السنة هو ما مستلم غير خمسين مليون من تخصصات اللي هي تتجاوز أكثر من أربعمائة وخمسين مليون ليش؟ لأنه تروح رواتب وهذا مو صحيح والرواتب يعني إحنا ما نحتاج هذا العدد له الموظفين أكون لهم مجالات أخرى يدرسون يكونون ناشطين بيها فهذا الموضوع يعني عادة النظر به هو مو ضد إحنا الأربعة آلاف ورغم ذلك إحنا ماشيين بإجراءات تثبيتهم ولكن هل يقبل هو أن يأخذ راتب هو مخصص لعلاج مريض؟ وهو يعتبر راتب بصيغة قانونية خاطئة لو كانت الصيغة القانونية صحيحة إحنا ما عندنا مشكلة لكن الصيغة القانونية خاطئة مبلغ تشغيلي للمستشفى كيف يصرف راتب هو هذا سؤالنا نعم إحنا باقين معهم وإن شاء الله عندنا تطمينات أنه سيتم في أحد الجنسات القادمة من مجلسة الوزراء تصويت على تثبيتهم وتكون رواتبهم رواتب طبيعية حالهم حال أما شخص يداون بالمحافظة وهو في الدولة العراقية ما موجود موظف هذه قضية ممنطقة نحن من الروح للمركز هذولا ما موظفين لأنه معناته ما لهم تخصصات في وزارة المالية ما لهم اسم بالدولة العراقية فكيف تحسب هذه؟ وبالتالي مو بس هذا هم يأثر على أداء المهسات الصحية